هل تبحث عن أداة سحرية لتحويل أفكارك إلى فيديوهات مبهرة؟ موقع Hyper AI يمكنك استخدامه لإنشاء فيديوهات احترافية دون الحاجة إلى الظهور أو معدات باهزة إذا كنت ترغب في إنشاء فيديوهات تسويقية أو محتوى تعليمي الموقع بيوفر لك أدوات كثيرة بالزكاء الاصطناعي هتحتاجها في إنشاء فيديوهاتك هنتعرف على كل المميزات والأدوات اللي بيقدمها الموقع تابعوا معي معيكم منا محمود هشارك معكم كل ما يخصص نوعة المحتوى والتصميم والتسويق اشتركوا في قناة منا محمود وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة هسيب لكم رابط الموقع في أول كومنت هنضغط على Login ونبدأ ننشئ حساب جديد على الموقع عندنا 3 طرق للتسجيل في الموقع أول طريقة عن طريق جوجل الطريقة الثانية عن طريق ديسكورد والطريقة الثالثة عن طريق الإيميل هنكتب الإيميل بتاعنا ونضغط على Send Code هيتباعد كود على الإيميل هنبدأ ان احنا نجيبه ونضيفه هنا هنبدأ نضيف الكود هنا ونضغط على Continue دي واجهة الموقع الموقع بسيط وسهل هنبدأ نتعرف على الأدوات المتوجدة في الموقع أول أداة عندنا تحويل النص إلى صورة عندنا أداة تانية تحويل النص إلى فيديو عندنا تحويل الصورة إلى فيديو عندنا Extend Duration اللي هي تزويد مدة الفيديو عندنا الفيديو انهانسر اللي هي تحسين جودة الفيديو عندنا Video to Video اللي هي تحويل الفيديو إلى فيديو كل الأدوات دي هنتعرف عليها وهنتعرف كيفية استخدامها وإزاي ننشئ فيديوهات من خلال هذه الأدوات الCreations دي الفيديوهات اللي تم تنفذها باستخدام الموقع لو ضغطنا على أي فيديو كده هنبدأ نعمل Preview للفيديو طبعاً الفيديوهات جودتها عالية نقدر إن احنا ناخد Copy للPrompit أو وصف الفيديو ونقدر إن احنا نعيد استخدامه مرة أخرى هيطلع علينا فيديو بشكل مختلف طبعاً الموقع في كل الأدوات اللي منحتاجها في عمل الفيديوهات كلها متجمعة في موقع واحد هنبدأ نجرب كل أداة ونشوف النتيجة النهائية أول أداة هنجربها اللي هي Text to Video تحويل النص إلى فيديو هيبدأ أول ما نضغط على الأداة هيبدأ إن هو يتفتح لنا هنا Box هنبدأ إن احنا نكتب له وصف الفيديو من هنا طبعاً هنستخدم شاجبتي في كتابة الفكرة نقدر إن احنا نكتب أي وصف إحنا عايزينه ونبدأ نقوله ترجمهن إلى اللغة الإنجليزية طبعاً أنا محضرة معايا الوصف الفيديو فهتغط هنا كده وأكتب الوصف ابتهي أبدأ إن أنا أضبط إعدادات الفيديو هضغط هنا على Full Setting وابدأ إن أنا أختار Style الفيديو اللي أنا عايزيه هل أنا عايزيه Realistic؟ عايزيه Old Film؟ عايزيه Blur Background؟ أبدأ إن أنا أختار Style مثلاً أنا هخليها Realistic بعد كده هبدأ إن أنا أختار Duration عندنا أكتر من Duration عندنا 2 seconds و4 seconds 2 seconds free وال4 seconds free 8 seconds بتاخد مني 40 كريدت طبعاً الموقع أول ما بنشئ الحساب بيديني 300 كريدت فأقدر إن أنا أستخدمهم من خلال Duration أنا هختار 4 seconds بعد كده نبدأ نختار Resolution هختار HD علشان يكون جودة الفيديو عالية بعد كده هختار Ratio مقاس الفيديو هل أنا عايزيه مقاس Real أو Short؟ فهختار 9 إلى 16 لو أنا عايزيه مقاس اليوتيوب هختار 16 إلى 9 فأنا هختار 16 إلى 9 وهضغط على Create Free هنبدأ نشوف نتيجة الفيديو هنضغط كده على Preview هنبدأ نشوف الفيديو نتيجة الفيديو رائعة وعمل لي المشهد 4 ثواني لو عاوز أستخدم نفس البرومبت وينتج لي فيديو آخر هضغط كده على أول السهن وهضغط على Regenerate هيبدأ ينتج لي فيديو تاني بنفس البرومبت لو عايزي أغير البرومبت هضغط كده على البرومبت وأبدأ أن أنا أغير في البرومبت لو عاوز أزود مدة الفيديو هضغط كده على الطايمر وأزود الفيديو هياخد مني 40 كوين لو عاوز أحسن جودة الفيديو هضغط كده على العلامة الأخرانية وهيبدأ أنه هو يعمل لي Upscale هيحسن جودة الفيديو وهياخد مني 40 كوين عايز أحمل الفيديو هضغط كده على Download وهيبدأ أنه هو ينزل عندي هنبدأ نشوف النتيجة النهائية اللي احنا عملنا لها إعادة المشهد تاني مرة أخرى هنضغط كده على Preview ونبدأ نشوف المشهد فعلا المشهد حسنهولي عن الأول وضف لي Dolphin عن المشهد الأوليني هنضغط على Download ونبدأ نحمل الفيديو عندنا هنبدأ نجرب برومبت تاني ونشوف النتيجة هتكون إزاي هضغط كده على Click to Create وهاجي هنا على السهم وهارجع تاني لTickets to Video وأنا نحضرها البرومبت فهعمل Ctrl V هضغط على Setting وأبدأ أن أنا أختار Style وأحدد مدة الفيديو أنا عايزها أربع ثواني أو ثانيتين وهبدأ أن أنا أخلي Resolution HD علشان تكون جودة الفيديو عالية والRatio هختار 9 إلى 16 مقاس Reels أو Short وبعد كده هضغط على Create طبعا مش بياخد مني أي Coins خالص فال300 Coins زي ما هم وهنبدأ أن نشوف النتيجة أول ما يعمل Render للفيديو هنبدأ أن نشوف النتيجة النهائية للفيديو هنضغط على الفيديو الفيديو رائع النتيجة رائعة وعمل لي الفيديو أربع ثواني هنضغط على Download ونبدأ أن نحمل الفيديو هنبدأ أن نجرب هل الموقع بيقبل الكتابة باللغة العربية أو لا هنضغط على Click to create ونبدأ أن نكتب الوصف وهنبدأ أن نضبط هخليها مقاس اليوتيوب وهخليها أربع ثواني وهخلي Resolution HD وهضغط على Create ونبدأ أن نشوف هل الموقع بيقبل الكتابة باللغة العربية أو لا هنبدأ أن نشوف النتيجة النهائية طبعا النتيجة النهائية سيئة جدا الموقع ما بيقبلش الكتابة باللغة العربية ما قدرش أن هو يفهم الكتابة ويصف المشهد بطريقة احترافية زي المواقع الأخرى اللي احنا شرحناها قبل كده في القناة يبقى أفضل حل أن احنا نكتب البرومبت بالإنجليش علشان يقدر يطلع لنا وصف بدقة كويسة هبدأ أجرب أداية Text to Image اللي هي تحويل النص إلى صورة هنروح على ChatGPT ونبدأ أن احنا نكتب الفكرة وهو هيبدأ يحضرهن فأنا مثلا هكتب اكتب برومبت لصورة عن الحضارة المصرية هيبدأ أن هو يكتب هيلي وبعدي هابدأ أن أنا أقوله ترجم إلى اللغة الإنجليزية علشان الموقع ما بيقبلش اللغة العربية هبدأ أن أنا أخذ البرومبت كده Copy وهارجع تاني للموقع وهروح هنا في Describe Your Image وأعمل Ctrl V هبدأ أن أنا أضبط إعدادات الصورة هدأت على Full Setting وأبدأ أن أنا أختار الStyle في أكتر من الStyle نقدر نحنا نختار بينهم الResolution عندنا 720 بيكسل ودي بتخصم 2 coins من 300 coins للموقع بيقدمهم لي وال1080 بيكسل بتسحب مني 4 coins فأنا هاختار 720 بيكسل الأسبكت ريشيو مقاس الصورة عايزيها 9 إلى 16 مقاس الStory أو الريل 3 إلى 4 وده المقاس المناسب للإنستجرام تلوقتي 1 to 1 مقاس الSquare اللي هو مناسب لجميع السوشيال ميديا و16 إلى 9 المقاس المناسب لليوتيوب فأنا هاخليها 16 إلى 9 بعدها هضغط على Create هيبدأ يخصم مني 2 coins هنبدأ نشوف النتيجة النهائية للصورة الموقع أنتاج لي 4 صور مختلفة كل صورة فيها مشهد مختلف التفاصيل اللي في الصورة رائعة وجودة الصورة عالية هنضغط على Download ونبدأ نحمل الصورة هنبدأ نجرب تالت ميزة وهي Image to Video نحن نحول الصورة إلى فيديو هنضغط كده عليها هنا من السهم أو من هنا هنضغط على Click to Create ونضغط هنا على السهم ونختار Image to Video هنبدأ نحن نرفع أول صورة نقدر نحن نرفع تلت صور مختلفة يعمل لنا فيديو عن طريق تلت مشاهد من الصور أو نحن نختار صورة واحدة فأنا هنا هختار صورة واحدة هيبدأ يرفع الصورة لو عايزة أرفع صورتين تانين هنضغط على الكي فريم وأبدأ أن أنا أرفع الصورتين التانين وهيبدأ أنه يعمل لي فيديو من ثلاث صور أنا هكتفي بصورة واحدة وأبدأ أن أنا أكتب الوصف اللي أنا عايزاه وهنضغط كده على Full Setting وأبدأ أن أنا أختار الدوريشن أنا عايزة دوريشن سنيتين أو أربع ثواني فأنا هختارها أربع ثواني والResolution HD وضغط على Create طبعا مجانا ما بياخدش مني أي Coins وهنبدأ أن نشوف النتيجة أول ما يعمل رندر للفيديو هنبدأ أن نشوف نتيجة تحويل الصورة إلى فيديو هنضغط كده على الفيديو المشهد رائع حرك السماء وحرك الماء بطريقة بسيطة فجودة الفيديو ممتازة وأعمل هالي أربع ثواني لو عاوزين نعمل لها Region Rate إعادة المشهد مرة أخرى هنضغط هنا لو عايزين نغير أي حاجة في البرومبت نقدر أن نغيرها ونقول له Create هينتج لي الفيديو مجانا هنضغط على Download ونبدأ نحتفظ بالفيديو هنبدأ نجرب أداة Extend Duration إن إحنا نزود مدة الفيديو هضغط كده هنا على Upload Video واختار الفيديو وضغط على Open هيبدأ إنه هو يرفع الفيديو ونبدأ إن إحنا نكتب الوصف بعد ما رفعنا الفيديو هيبدأ إنه هو يعمل لي Extend للفيديو من ثانيتين إلى أربع ثواني وكل ثانية هياخد عشرة Credit هنا مديني إنه هو هياخد أربعين Credit هنبدأ إن إحنا نضغط على Create ونبدأ نشوف النتيجة النهائية هنبدأ نشوف النتيجة النهائية للفيديو هنضغط كده على الفيديو خليلي الفيديو 8 ثواني طبعا نقدر إن إحنا نحزف اللوجو الميزة حلوة ورائعة إن إحنا نقدر إن إحنا نزود مدة أي فيديو هنبدأ نتعرف على أداة الفيديو انهانسر اللي هي تحسين جودة الفيديو هنضغط على Upload Video ونبدأ إن إحنا نرفع هاختار الفيديو ده وهضغط على Open هيبدأ إن هو يرفع لي الفيديو طبعا هيخليلي الفيديو لألف تمانين بيكسل وهيسحب مني عشرة كريدت لكل سنية علشان الفيديو أربع ثواني فهيخصم مني أربعين كريدت فهضغط على Create وهنبدأ نشوف نتيجة الفيديو هل هيحسن لي جودة الفيديو أو لأ هنبدأ نشوف النتيجة النهائية للفيديو هنضغط كده على الفيديو فعلا حسن لي جودة الفيديو الموقع في كل الأدوات اللي منحتاجها في إنشاء الفيديوهات نتائج الموقع رائعة ومش كل الأدوات بتخصم من الكريدت وأفضل أداة تيكست وفيديو مجانية وبتنتج لنا فيديوهات رائعة وبجودة عالية اكتبوا لي في الكومنت رأيكم وانتظروني في فيديو جديد